يا أيضا الذين آمنوا كعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحوا أهلا سهلا بكم كل من يتفرج في الفيديو هذا إن شاء الله نتمنى لكم الخير والصحة والعافية ربي شكرا لكم على التعليق الجميلة شكرا لكم على الحب والاحترام والمسيندة في القناة هذية اليوم باش نبديو جبتكم فيديو تحفيزي بامتياز العودة المدلسية باش نعملو يوميات هكا باش نبديو بأول يوم هو تنظيف غرفة الأطفال باش نشاركو معاكم ديزاستيوس متع رنجمو متع تنظيف وصورتو الحماس الحماس باش نضفوها نعرفو القربة جوكولة في بيت أصغر دونك لهنا اول نصيحة نقول هاي لكم جيبوا السلة معاكم حتوا فيها مواد التنظيف باش ستستعملوهم الكل باش بتقاضش ماشية جاية دونك عنا انا نستعمل هذي كاسم متى سابون مارسيليا عنا بتاع البلار وعنا اللي باش نفوحو به الجريري والتابي عنا اللي باش ننضفو به الغبرة هكا كي تبدأ عالية والاسبيراتور والبيكاربوناتو اهم حاجة دونك كي ما شفتو هذي هي البيت وبيش آآ نبديو ونعملو على ربي ونبديو اول حاجة باش ناخذ السلة خليو ديما في بيت صغاركم حاجة يحطوا فيها الوريق كل ما معناها عودوهم كلك ليو حاجة ولا حاجة يحطوها في السلة هذي كاس السلة تبدأ اي سومها حتى فما بانورو بدي نعرف السوق نعرفهم في تونس محليهم هكيكا اي اه تخفف انت على روحك القربج والحاجات اللي يبديو مرميين كيما الوريق كيما السلويت الوفين اكسترا حاجة ثانية نقول لكم خليو اه بلاسة فين من وليدكم يحطوا الكتب بمتاح هم يبديو هكا بطريقة طولية باش ينجموا يجبدو الكتب اه بالعناوين متاحهم مغير ما يدخلوا بعضهم نعرفو سختو صغار في السنوات الاولى متاع المدرسة ولا متاع حتى لازيلوا ولا التحذيري يبديو يحبو يعملو على رواحهم انتي دونك يزن كتلوجكو تلقى الطريقة الصحيحة انك تحط لهم الكتب واضحين وباش نشوفو مبعضنا انا كيفاش نعمل الرنجمو اليوم دونك فيديو باش نوريكم لخجورات اذو كم كلها كيفاش كيفاش نعمل الرنجمو بطريقة سهلة بطريقة بسيطة وما غير ومكلفة على الاخر دونك هذي هو البيكاربوناتو للخيات المزيانات صغرنات اللي جيولي تلي اجدد دي تبو فيو ديومي يكتبو لي كومنتاري وقلو لي رانا تعلمنا منك برش حاجات شكرا لكم الناس كلها هذيك البيكاربوناتو صمتو اقل من نورو تلقاوها ديما فين بحض الماء فين بها الماء الحاسيلو دونك اول حاجة عمات البيكاربوناتو للتبيو حاتيتها تسخن اه تسخن حاتيتها في الشمس بغي تسخن باش الجراثيم كلها ولا الميكروب كلها يموتو بعد مشيت نبداية ومن فوق وحنا هاتين لوتا الغبرة دونك انا الفيديو هذي كنت قبل راني اعملت اه معناها ايامات ونحنا كالكراس المعنش بهم نظمنا لديكسيونير اهوما كيما تشوفوا هذو ما يقول لديكسيونير حاتيت هم في بلاسة واحدهم باش ما يدخلوش بعضه هذي هي التاق زو استيقان الرايين زو استيقان الفيرس دونك هذي كتاق ريين كتب جدد هذو متاقر الفيرس كتب جدد وهذي كتاق لو تاني متاع فيرس متاع السنة الفيتة خاطر اه يعودوا يقرؤوا بيهم انا متاع السنة الرابعة ورايين متاع اه ريين وردي ان شاء الله يا ربي نجح وليتكم وتكبرهم ان شاء الله اه في اه تاعت ويتكبرهم ان شاء الله يا ربي بالصحة والهنين ماشي لليسي دونك هكا نحينا الكتب متاع الكوليج الكولا وان شاء الله بيدي موافقة لكم الكولا اللي هنا يخلي التابلو هذي يا البنات رخيصة على الاخر موجود في الليكي وموجود برتو خلوه قديمكم باش ما تنسيوش الحاجات احنا حاتين فيه لي ماتير هذوكم ولي ماتيريال زوزوا مع بعضهم تصوروا البنات قديش كلفة لكتب متاع ريينك هو تلاتة مئة وخمسة وعشرين اورو ما تهربوش وما تتفاجعوش بالحق القرية مقرفة شوية ما ميسيرش متأكدة ولاديتكم الكولا ان شاء الله باش يعاوذوكم وباش اه ننفستيو الناس كلها حتى في غربتنا في اولادنا لحاسي لو كيما شفتوا انا حتى البيرو اللي هنا حبتك القشيقش ذوكم الكولا بتاع فيرس ولدي حبهم بحضيه وباش نحيلو باش نخلي كان حاجة الكبيرة اللي انا في ساعة ما تعمليش الغبرة وفي ساعة النجم انا ضافها والبيقي كولا نحطهم في صندوق ولا نحطهم في حاجة ياما تهبطوهم للجاراج كان عندكم برشخ زين اللي هنا باش نوريكم تحت البيرو هذية فما يبديوا في نحطوا اه الخيوط متاع الكمبيوتر هذية متتدخلش للأسبيراتور وحاولوا كل ديمة هكا باش تجبدو كل غبرة رهي الغبرة دي كخايبة على الاخر كانت تقعد غادي بتمشي لازدورات ولادكم مشي به وهكيكة اه معناها نحافظوا على صحة صغارنا كان ولادكم عندهم الحساسية ما تستعملوش ليدي تخسيف ذوما اه عملوا شوية خل اه وكهو اه شوية خل وشوية ماء سخون زي دا يناحي الميكروب حتى كان ولادكم عندهم الخل كيفاش اه عندهم حساسية شفتوا كيفاش نظمت له ناس نادق كبار اه مساكرين فيهم ستيلويتر القدم بتاع مناول هذو ما من اه اه اكسيون اه شريتهم جدود بالحقيقة بديت اه نشري فيهم هكاية اه هذو ما لمسكرين بتاع رايين ووحد اسطوش متاع فارس هذوكم ادوات جدود هذو ما اسطوش هذوكم الحاجات الجدود حاتيت من فوق هذو ما الهنى المناكل واليكوتورات وكيفاش اه الليونتات واللينت متاع رايين كيفاش نظفها لهنى لو تاع شوفوا الليبنيت حتى ما عنديش منظمات لحقيقة خاطر غالي اه على الاخر منيش مش ناقض نكسر راسي هنا ويزي مني تكون مريق لو مزيانة او كل شي انا اي سندق وحاتيت فهم دوك هذوما الادوات هذوما الكل همشضد حاتيتهم هوني وليه للقا مجدد ما عاودش نشري منهم. وهذيك اللي في الوسط تستكيدهي معاه الامن في الكمبيوترEr Liam South الخيوط متاع الكمبيوتر وكل شاي ولهنا يعمل وحارتيتها أداوات هنسا مقابلين لخطرمان ثم مستراتويل فما هذوما تستكيده معناها ادوات هنسا شوفوا العبنية كما قلت لكم المهم حاجات يبدوا منظمين لهنا الصندوق اذاك فيه اللعب وهذا ما لهنا حتيت فيه كما تشوفوا خاطر السندق هذو ما باش نعملهم هذوم الكلة بشوية بشوية الحاجات يجيوا ويتكلفوا وغالين هذو كمشيتهم من اكسيون دانيير ماو معناه من عرش سيس ولا سات اوغو لحكي خامنجا مش نعملينة توسكي اه ديزاق موخ هكيكا بشوية بشوية يجيوا الحاجات هذو ما اللعب اللي يلعب بهم ودي صغير مرة يجبدهم دونك خليلوا المنموم متاع اللعب والباقي انخاء بهم واذو كم البيلات دي ما حطوهم في بلاسة واحدهم خلاف ما تحطوهم شو مع الليونتات ولا مع الحاجات الاخرين ارامي اكسدو ولهنه الا استامبانتي الا استامبانتي ولا يلل قيتها بالعرب اللي بنيت المطبع هولا ووكها والحاسلوا بطريقة سهلة مهلة وردكم كيباش نظمتم بدون تكلفة كيما قلت لكم تنجموا تتدبروا اي سندق انتعديوا للجريري لهنه الجريري ماذا بكم كل شهر تنظفوهم وتنحيوا اكا القشرة الميتة ذيك اللي تهبط على من بدونة كوفي كي نرقدو نحطو شوية بيكربوناتو وننفضوها بالجدي بالجدي وكان عندكم شوية شمس را والشمس هي اكثر حاجة تنحيي الزماء خرجوهم هاكا بما عيت رجلكم ولا ولا خرجوهم شوية للشمس كان عندكم هاكا صور ولا بلكون وانا اللحنية اجدد هيدوما بعد ما نعملهم بالاسبيراتور بمعنيها بحرارة تبدأ عالية فيها بالجدي بالجدي بيش هي تعوضك السخنة هيدوكم تنجمو تجيبو كلاسة تلبسو الكلاسة تحطو فيها شوية ماسخون شوية اي معطر عندكم وتمسحو عليها من فوق فعالة عالاخر كيمتعرفو التسوير الحقيقة لبني تروا يتعب ويمجهود ومبلوس هذي الكولا جبت لقجورات متاع الفروشيت الكولا كولا عملتها بالاسبيراتورز عملتهم هاكا بشو ليقة مبلولة شوية بتي تخسيف مساحتهم الكولا الكولا بش نوريكم هيدو ما زادة مني كي اشيتهم درنير مو دورو في كاس عالاخر وينظمو عالاخر هاكا شوية في بيت النومح وشوية بيت صغار حاتيت هذي يتتنحيتها وعملت الاسبيراتور اه معناها عالي كوان الكولا اه فما غادي فيني تلم لسخ جري كما قلت لكم هزيتها هاكا شوية بشو يدخل هوية حالة مسحت تحت الفروشيت وحالة البيب وقعدت هاكا نرتاح شوية وهاكي كتوا بعد ما تشيح نعودو نرجعو نحط كل شي في بلاسو ونعود نعمل الغابرة الكولا بويسكو مدام انا نظفت اه معناها تحت الفرشيت كوشي طلعت الغابرة نعود نرجع نظف الغابرة الكلها وهكي كا نكون نظفت البيت تنظيف عميق واستعديت للمدرسة ان شاء الله رب ينجحوا لديتي ولديتكم ولديت امة اه البشرية جمعاها نقولو دونك هزا الروتين الاول مشي طبعو برشة روتينية احنا ولدنا يرجع لتخيز اه مزل تفيدنا جمعا ان شاء الله هكا فما برشة حاجات نقول هيكم ونحفزكم وبرشة من الساعة احنا عطي هيكم اول نسيحة نعطيها لأي مرأة ولدها يقرأ ونقول لها اه مش لازم هكا تبدأ انتي اه كم احنا نقولو بالتونسي تترعش معناها رو الخوف يمشي لولادك بكل ثقة بالنفس ان شاء الله يا ربي هكا اه اه ولدتنا نعدي وعاة سنة دراسية اه مزينا ان شاء الله كنت حضرت روحك من قبل كيما في الحويش كل مرة هكا شوية حاجة اللي نلقا وروحنا اه سيحضرنا اه دونك انا تنوريكم اه دونك هذي بديت بالبيت كيما شفت وين البيت متاع ولادي بوسك اه احنا دي من قاعدين في الدار وين مشنا احنا مشنا من العائلات اللي نخرجو برشة الحقيقة عاديتهم البيت اللي على البالكون اه هكا بشي بديو ان كونتاكت هما والعالم الخارجي حتى من البالكون تدخل في الهواء يدخل برشة غبرة وبرشة وسخ ميمة مش مهم المهم ولادي يحسوا الواحهم معناها حتى بالعين اراو الاب البره معنا هي اراو الناس كهوة اللي قلب هذيك هي الغربة وهذيك هي اه العيشة دونك اه اه كيما تشوفوا زادة حتيت الفروشيت اه مهم شي كنت نجم نحطهم قبل بعضهم باش يكونوا جماليا خير وكل شاي ما انا حتيت كل فرش في كوان باش هكيكا يقضي الاسباس باش يلعبوا مهم برشة باش تخليوا الاسباس باش يلعبوا كيما تشوفوا اه الهناي الابيرو حتيت بيرو واحد كل خاطر الاغلبية اه معنا هي يقرع ليها اه رايين فرسيح بيسر يقرع في قفارش وكل شاي ميتا عندي سولوسيون اخرى تاو باش نعملها ونقل هي لكم بالحاجات زيت اللي عملتهم اه ثلاثة شهر قلت ان شاء الله يا ربي هكا باش نحفزهم ونحمزهم ونبدل لهم كم قطيكم مرة اين اراني مش دي ما اه معنين نخمف الحاجة قبل ما نعملها قلت نبدل لهم الفروشيت هكا وندخل ان بيونسو جديدة هكا جو جديد اه كين هم هكا بدلوا البيت متاح ومحنا راود هنا هي البيت هذية خليت كين البابيبان هكا هوا اذيكا اه دونك شريت اه راي نحب اللون الاصفر شريت هذية الملحفة والمخادث في اللون الاصفر والملحفة الفقانية شريتها هي متاع الكوبري بيومينو اللي تدخل فيها هذيكا الكوبير دا معناها بالدرجة شريتها من ايكا في السولت اه هكا تاو باش نعمل هالو وفيرس كانت له المفاجئة اه عالاخر لي ابو شريل والا اه اه هو مغروم بالكورة شوية اه ولا ولا يسيح ويعايت فرحان تعرف قريب لقرب بين البلاز وسيح ويعايت وفرحان بيه وكل شيء اه ابسط الحاجات اه يمكن يتفرحهم اه ما نعرفش انا هكي كان اه كيما الاخت اللي قتلي محلي سؤالك انا نوعدك اه ان شاء الله يا ربي مرة توا اه يدخلوا الليدي الصغيرة كل شيء تونهار مرة نعمل لايف باش نحكي معكم في برشا حاجات خطر المي باري فما نيس بالحق اه تنتبه حتى على انتي شنو تقول انتي شنو عندك وكل ساي كوشاي ان شاء الله تو نهار نعمل لكم لايف نحكي لكم على برشا حاجات في الدنيا وفي اليوتيوب ويتيوب دوك هذي هي الملحفة عملتها من لوطا اه كيما قلت لكم اه هكا نبدو نهيئو فيهم للدخول ما دلسي بشوية بشوية معنى مش ديريك نجيبوك نكتبوه نحطوهم قديمهم بشوية هكا بدين عملنا دار اه توحي بش نعمل معكم ان شاء الله روتين كيفيش هما قاعدين يحذر وزيدة ويررجعو فيدقاع eranقلى وتاعة الفخوانسي متاع متاتون متاع الماثماتيكا اه اللبنات الي جايين جيدو هنا ان شاء الله الفيديو جاي بش ننظر معاكم بش نعطيكم برشا 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 نصخ خليكم في الفيديو بربي بشي جيكم برشا برشا نصخ مرح الفيديو الجاي بشنواريكم الحوايج شنو اهم حاجة تلبسوهم منين تنجمو تشريو الحوايج شنو اهم القواعد تخلي ودك يدخل المدسة مغير تعقيدات مش مغير عقد ردو بك مرا مسعاب لهن المعالمين بمعنى صعاب بمعنى ازو ما يلقاو التلميذ برونت ومعنى حاذر حاذر كيكسوا في الاتونومي يمتعو باش يكون فيس عمير بتصباتو فيس عمير يمشي للبانيو وحدو فيس عمير يقسل وحدو في القانتينزي دا باش ينجم ييكل في المانسة باش ينجم ييكل وحدو مغير ممسخرة وكل حاجة تذوكم كلهم ردو بالكم اللي هنا يصون سيفار اه بمعنى سيفار مع معنى على قل احنا زادة يزينا نحضر ولادنا هكا اه شوية ان شاء الله الفيديو الجاي بش نحكي معكم بارش هالالامهات اللي في الغربة نتصور في اي بلد اوروبي اه شنو اهم الحاجات اللي يكونوا عند ولادكم شنو لبستهم لو مشوا جين ومشوا ليلة فما قواعد معناه يزينا نمشيوا عليها اه في المدرسة ده كانت اليوم تنظيف البيت الحاجة اللي حابيت نقول هيكم خليوا كل اه صندوق في حاجة مهمكش في الصندوق شنوة لازم باش يكون لون ولا نستنى حتى نشري الكلهم لونهم اكحل ولا يقولهم بالاغتاء ولا نو 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 المهم انهم يكونوا فما سندق باش انتي تيح لك حاجة تعرف فين تحطها اه ولادك زيدة تعلمهم بشوية بشوية نظام ذيك الحاجة ذيك الحاجة ذيك تتحط غادي ذيك الحاجة تتحط غادي اه ان شاء الله ربي يزق كل واحد ينوب على كل واحد ان شاء الله كل واحد عند اولاده عندهم اني سباس خاص بهم رم يحبوه هما يكون عندهم عالم خاص بهم عالم بيتهم ما نعرفش اي كوا يكون خاص بهم اللي يحسوا بيه بالبك اه بك الحمامية ذيكم اللي اه يعملوهم من في في البلاس اللي يرقدوا فيها في البلاس اللي يعبو فيها في البلاس اللي يقرأوا فيها انتوا احنا نحن قرأوا على القرية هكا باش تحفزهم وتحمسهم اه هذي هو فيديو اليوم ان شاء الله كنعجبكم اه شجعوني بش يجي الفيديو اخر اه بهي بارشة دونكار ريحة هذي شريتها من اكسيون رحمة يا لبنة اكسيون وبربي بالمناسبة الاختي اللي سألتني على اكسيون راهو في فينزا قيلو اه هكا طريق المتار طريقة ماربين سارة والله بالحق افار 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 على الاخر دونك اليوم مش نحليكم سنيدق بش نشوفوا لكم كيفاش ننظمتم اه عندي سنيدق هذو ما كان فيهم مكرا فيرس حد فيهم لوعب لميتهم الكل فكراتهم اهبتهم اذو ما الحويج متاحهم كيفاش علمت راييني كيفاش يعمل الشرط هذو ما الحويج متاع فرس كمتاع رايين كل جبتهم ومش نظمهم المرجع معكم الهنية الحويج اللي شريتهم في الصد بشوية بشوية كل مرة نشري بش نوريكم المرة الجاية شنو الحويج كيفاش نتوهم ونعاودونا ننظموا الحويج وننخلي شوية متاع الخريف وكل شي ان شاء الله هذي الفيديو المرة الجاية هكيكا بيش من تعب شروحي وكل شي هكي يبدا منظم في مخي وحتى كي نعمل حاجة نبدا في راحت من عقل كيمة قولومي هذو ما لكتب سيد هنينة منهم البيت نضيفة معقمة كل شي قدامهم لكتب شرينيهم مزلنا تفاتفوا كل شي مزلت ان شاء الله هارتينيت هذو ما بيش تتواصل معايا ان شاء الله هكي نحفزكم ونحمسكم وسوختو تاخذو هكي شوية افكار كما شفتو هذو ما هو القجر الوليني فيه الحاجات معناها الاساسية القجر الثاني اللي نجم انا نستغلو القجر الثاني نجم باركزامبل القجر هذي بش نحيلهم البلاي وكل شي نستغلو للحاجات الاخرين الجاية معناها كيكسوا رايين سوختو يستعمل برشا وريقو كل شي بش نعملو وريقو هكي من نظمين كل ماتير واحدو نجم نستغلو هذي كالثاني هذي القجرات كيفاش نظمتهم دونك هذي هو كان فيديو اليوم ان شاء الله يا ربي اه كنتوا تفرجتوا فيه وكنت الفايدة حصلت لكم اه طوام قاعدة كان نقول لكم ان شاء الله وليديتكم اه يا ربي سنية متاح ومن الكلها نجاح بس